وجهتنا الآن فرنسا يومه الأربعة تشهد البلاد تعبئة جديدة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد هي الثامنة منذ محاولة الحكومة تمرير هذا الإصلاح المثير للجدل الاحتجاجات اليوم ستركز خاصة على قطاع النقل العمومي عاشية هذا الموعد سعت الحكومة إلى الطمأن حيث اعتبر وزير النقل أن هذا الأربعة لن يكون يوما أسود في وسائل النقل العمومي ما مصير هذا المسلسل الاحتجاجي الطويل نسأل من باريز المحلل السياسي مصطفى توسع أنظار الفرنسيين ستكون موجهة إلى اليوم الثامن من الاحتجاجات الوطنية سيكون بمثابة امتحان إضافي للإرادة الشعبية الرافضة لهذا الإصلاح لكن الامتحان السياسي الحقيقي سيكون يوم الخميس عندما سيقدم مشروع القرار الحكومي إلى التصويت تحت قبة البرلمان هناك تساؤلات قوية هل سيصوت برلمان يو حزب الجمهوريون إلى إصالح هذا القانون ويضمن بذلك أغلبية مطلقة لحكومة إليزابيت بورن أم سيرغم الرئيس مانويل مكرون بطريقة بأخرى إلى اللجوء إلى المادة الاستثنائية 49.3 التي تعفيه من أي تصويت وأي نقاش لهذا القانون وتكون بمثابة إرادة وقرار أفقي يفرد هذا القانون على الفرنسيين ومن وجهة نظر بعض المحللين إذا لجأ الرئيس مانويل مكرون إلى هذه المادة الاستثنائية فستكون بمثابة من يصب الزيت على لهيب الاجتماعي والاحتجاجات الاجتماعية من باريزة المحلل السياسي مصطفى طوصة كان في حوار مع أيمن الأحمد